شوفوا صاحب الصوت الخفيف دايما يحس ان الناس راح تقاطعه والناس يدرون هذا الشيء الناس متعودين هذا لما يتكلم صوت خفيف معناته هو متعود ان الناس يقاطعونه وهذا يخاف ان الناس تمل منه فتشوف انه يقول كمية معلومات كثيرة في وقت وجيز وهو خايف انك انت تتمل منه فشي صغير يكون تأثير هذا الانسان على الاخرين تأثير ضعيف ولكن صاحب الصوت الثقيل فالعكس تماما يقول كلام اقل بس تأثيره النفسي والفكري اقوى جميل يلا كيف تجعل صوتك ثقيل بهذا التمرين نقول مع بعض عبارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتبع معاي القلم يلا من الانف الى اسفل الحجرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شنو سوينا كثرنا الاهتزاز في هذه المنطقة اخرنا اتمام الكلمة شوف في البداية السلام عليكم وخلصت بس وبركاته شوف وبركاته طالت حيل وبركاته صارت طويلة فمن يريد زيادة الاهتزاز في الاحبال الصوتية شخص راح ياخذ من وقتك اكثر شوف من الحين في تسيد في هيمنة للموقف فصاحب الصوت الثقيل ما يخاف انك تقاطعه هو داري انك انت مستحيل تقاطعه هذه الثقة بحد ذاتها تخلي المستمع ينصت لك ويهدأ ويكون يقول من هو هذا القوي اللي يقول هالكلام ما دامه فلان قال هالكلمة لا بس خاصة اتمتح شوف تشلون رغم انها اخذت وقت اكثر بس عطت قيمة اكبر فصاحب الصوت الثقيل هو من يفتح المواضيع في النقاش هو يختار اي موضوع احنا نتكلم عنه هو يفرض نوعية الموضوع لذلك تأدبا على فكرة لما انت تحب الشخص وتوده اذا هو فتح موضوع وانت حبيت انك تغير الموضوع انتقل الى موضوع اخر بنوع من التمهيد يعني مثلا احنا نتكلم عن الجو انت سمعت مثلا ابو احمد ابو احمد مثلا ابو احمد كم يقول والله اليوم الجو حار والارصاد يقولون انه بعد اسبوعين مطار وانا مااني عارف والله كيف انه بعد اسبوعين مطار رب منه والله الجو حار مثلا الحين تأدبا مع ابو احمد مثلا انا اريد ان انتقل من هذا الموضوع الممل واردت موضوع اخر فكيف انا انتقل للاقتصاد مثلا انتقل بهذا الاسلوب والله يا ابو احمد مثل ما الجو فيه الطرابات بهالفترة حتى الاسهم والله فيها الطرابات ما سمعت الاسهم الصار فيها شوف دخلتنا في الموضوع الاخر بس عقدت عقدت هذا بذاك سويت نوع من الربط المؤدب صاحب الصوت الثقيل بدون ما يربط يجر الكل لموضوع اخر فانا عن نفسي احاول ان اخلي صوتي ثقيل ويا رب انا اقدر حيني والسلام عليكم يا قدر اه 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 اشتركوا في القناة